السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنكمل النهاردة الحلقة التانية في سلسلة الرحلة الغربوية في الأراضي الهندية وكنت قلت لكم أنها أتكلم عن خمس محاول في الزيارة منها المحور الأول عن الفلسفة والدين في الهند الأمانة العبارة كانت مسمعها في ودني جامد ومستحضرها لأنني سمعتها كتير وكتب عنها مقالات في العالم العربي ظهرت موضة أو دعوة إلى حكاية البحث عن الله في الهند البحث عن ربنا في الهند فبعض الأخوات الكوتيات ذهبت بهذا المعنى وكتبت وأيضا بعض زملائنا الإعلاميين مغرم بالتراث الدين الهندي وفكرة أن الله البحث عنه في الهند والتأمبل في هذا الجانب وبعضهم زودها شوية لكن لم أجد الله في مكة وربما أجده في نيوديلهي فهذه العبارة دي يعني الواحد طبعا مش يحب يصدر على الناس ومن حقيقة كل واحد يعبر عن ما يريد وعما يعتقد وكويس أن الناس يتكلم عن أفكارها لكن هل فعلا فكرة وجدت الله في الهند أنا شخصيا حسيت بحاجة من هذا الجانب ولا ما حسيتش أكون صريح معاكم أن فكرة وجدت الله في الهند أنا أول منزلت المطار وبدأت أتحرك من المطار في تجاه الفندق أنت في الهند بتشوف أبرز شيء على طول بيجأ أمام عينك والتناقض يعني بتجد طريق ممهد يعني على أحد الزلطراز العالمي وجنبه طريق بالحفر ويعني غير ممهد وبالطين وبشكل سيء جدا بتجد أفخم سيارة عالمية بتمشي جنبك وعلى ناحة تانية جنبها الريكشة أو التوكتوك بتجد ناس أنيقة جدا وفخمة ويعني مريشة وبتجد على الجانب الآخر فعلا حفاء وعراء فأول ملمح فعلا عنك بدون صدم بيه في الهند هو أنك تجد كل مظاهر الحداثة ومعها أيضا كل مظاهر البداء فهذا التناقض يعني أنا شخصيا نقلني فورا لأسئلة ما وراء الوجود يعني العدالة إيه العدل نتجد بئر المعطلة وقصر المشيد إيه المجتمع اللي بخلي فقرة مش لقين يكلوا وأيضا عنده أعلى الناس في المرتبات في قسم الخدمات والأي تي والبرنامج النووي والعلماء مجتمع بيخرج ناس حاصلنا على جهازة نوبل وأيضا عنده ناس ضغمة جدا بتتعرض الانتحار ففعلا وجدت الله في الهند لأنني لمست شخصيا من هذه العبارة أن دواعي البحث عن أسرار الوجود وعما فوق الأرض إلى اتجاه السماء على طول بيخلي أي عقل بيحاول يردم التناقض ما أنت مش قادر تستوعب إزاي إنسان يموت من الجوع وجنبه إنسان متخم سؤال أين رحمة الله أين العدل فيبدأ عقلك يشتغل إذا اشتغل عقلك في تفسير ما يراه بيبدأ يتحرك إلى في اتجاه أسئلة أسئلة الوجود ففعلا وجدت الله في الهند ليس بالمعنى التكسيدي أو يعني إنك ترى الأشياء الروحانية في الأرض ولكن أنا أعتقد أن الواقع الهندي لأمرين؟ أولا لعمق التناقض بتجد حي رقي جدا 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 وجنبه حي من الصفيح المهمش اللي ما تقدرش من الروائح الكريم أنك تخش فيه بأقدامه يعني دخلت بعض الأحياء الفقيرة في نيوديله القديمة بقيت في حالة من الرعب حتى أخرج منها بأخرج إلى الشارع اللي بيبعد حوالي 200 متر عن المنطقة أنت بتشوف شارع على نصيته كينتاكي وماكدونالز والمركات العالمية يعني هي النقلة شارع أو اثنين فهذا التعايش بين هذا التناقض بين الغنى والفقر بين الناس سعداء يبدوا سعداء وناس يبدوا تراهم في غاية التعاسة بين النظافة والأناقم وبين غاية القذارة والتردي ما بين الفلال العامرة اللي قدامها التاريخية على النظام الإنجليزي والنظام الإيطالي وبين أكواخ من الطين والصفيح هذا التناقض أعتقد بيدفع الإنسان بشكل طبيعي إلى التفكير في موراء الوجود اللي هو لا شك سمر على فكرة الإله سبحانه وتعالى وعلى الاعتقاد الديني وعلاقة الدين بما يحدث وما يقع فأول شيء بيقود الناس للزهاب للهندي فكرة البحث عن ربنا أن الواقع البيئة الهندية لا يمكن لحد يعد فيها مستقر إلا ما يعمل توافق فلسفي وديني حول ما يراه وحول التناقض الموجود عشان عقله يقدر يفسر الحالة الحالة الموجودة الحاجة التانية اللي تجعل فعلا البيئة الهندية محفزة على فكرة التفكير الروحاني وموراء المادة هو حجم التنوع يعني أنا شخصيا رأيت رموز دينية وأديان وملل ونحل في الشارع بس يعني انت ماشي وحجم المعابد وحجم الكنائس وحجم المساجد وحجم معابد البهائيين وأيضا المعابد اليهود وأديان لم أكن واحد يتخيلها البقر في الشارع فعلا مقدر الأفيال محترمة هذا التنوع الضخم جدا والمزييك الموجود على مستوى الديني الأشكال طبعا ناس في الشمال الهند فغايت يعني على البشرة بيضة وناس في الجنوب البشرة السمراء وبينهما الناس مختلفين في الأطول والأحجام واللغات واللهجات أيضا ده غير بقى الزئرين للهند الصينيين بلهجاتهم والأوربيين اللي عندهم يعني بتفسحوا في الهند فأعتقد جانب التناقض الضخم جدا وجانب اتساع التنوع بيجعل فعلا فكرة البحث عن الله في الهند أنت كأنك ترى العالم كله مختصر وأجموع في يوم الحشر على مستوى الدين واللغة والأعرق واللغات في هذه المنطقة فأعتقد أنا الآن أكثر فهما لفكرة الذين قالوا أن الله بحث عن الله في الهند لأن فعلا البيئة متنوعة وعميقة ومتشزية ومتنقضة بتحتاج في النهاية مقربة وهذه المقربة تخلي العقل شوية ارتفع عن أوجاع المنطقة العربية وعلى تفكير المد إلى فلسفة الوجود وإذا عد الله ورحمة الله وصنع مقربة شخصية مع هذه القضايا فمن هنا فكرة البحث عن الله في الهند أنا الآن بعد الرحلة والقراءة أقدر أتفهم اللي بيقولوها كان بيقولوها ليه وأعتقد وأشجع الناس أيضا للذهاب لأيضا لموارسة التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا شكرا